إلى ذلك أعلن مسؤول في حماس لوكالة فرنس بريس أن وفدا من الحركة ناقش في القاهرة مع مسؤولين مصريين اقتراحات لوقف النار مؤكدا جاهزية الحركة لوقف القتال إذا التازمت إسرائيل وقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل وقال المسؤول في الحركة أن وفدا قياديا من حماس واصل الخميس إلى القاهرة حيث اجتمع مع المسؤولين المصريين وتمت مناقشة أفكار واقتراحات تتعلق باستئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرة مشددا على أن حماس أبدت جاهزية لوقف النار لكن المطلوب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين وصفقة جادة لتبادل الأسرة وإدخال المساعدات ترجمة نانسي قنقر